اشتركوا في القناة مجرد ما يشوف ضخامة جسمها اهلا بيكم انا عمر عبدين بس قبل ما نبدأ لو لسا جدت في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول من الزرار اللي تحت واحد من اشهر سلالات كلاب الحراسة في البرازيل هو كلب الدرواز البرازيلي الضخم واللي بيعتقد ان تم تهجينه للمرة الاولى في القرن السبعتاشر عن طريق التهجين ما بين بولدوج وكلب ماستف انجليزي وكانت النتيجة سلالة من الكلاب الضخمة وزنها بيعدي 80 كيلو جرام ومن اكتر الصفات اللي بيتميز الكلب ده وفاقه الشديد لصحبه وعدوانيته تجاه اي حد غريب ده غير انه بيتمتع بقوة جسدية عالية وعنده استعداد لمواجهة اي مفترس مهما كان وعلشان كده على مدار عقود كان المزارعين بيستخدموه لحماية المواشي وصد الحيوانات المفترس الكبيرة عن بيوتهم اللي زي الجاجوار ولان النوع ده من الكلاب بيتمتع برشاقة عالية وسرعة بتصل ل 56 كيلو متر في الساعة فهم الاختيار الانسب لرحلات الصيد وبيتم استغلال قوتهم وعدوانيتهم وصوت نباحهم العالي جدا في ابعاد اللصوص عن البيوت والمنشآت لكن مع ذلك النوع ده من الكلاب بيحتاج لتدريب قوي ورعاية مستمرة ومش اي حد كمان بيعرفي ربيهم والسلالة دي بتعتبر واحدة من السلالات القليلة في البرازيل اللي تم الاعتراف بيها دوليا لكن مع ذلك بعض الدول اللي زي استراليا ونيوزيلاندا والدنمارك والنرويج حذروا دخولهم للبلد نفسها بسبب عدوانيتهم في اوروبا على الحدود الفاصلة بين فرنسا وأسبانيا سنة 3000 قبل الميلاد ظهرت سلالة مميزة من الكلاب اتعرفت باسم كلاب البرنيز وتم باستخدام السلالة دي على مدار السنين كحراس لقطعان الأغنام والماشية علشان يحموها من الحرمية أو الزئاب الرمادية اللي كانت منتشرة في اوروبا وبيتميز الكلب ده بقدرة مزهلة على تحديد الصديق من العدو وعنده استعداد كمان انه يضحي بنفسه علشان يرضي أصحابه وبيساعده على أداء مهامه وجسمه الضخم والقوي واللي بيوصل ارتفاعه عند الكاتفين لـ 80 سنتي في حين ان وزنه بيتراوح ما بين 38 كيلو جرام لـ 45 كيلو جرام يعني تقريبا في نفس حجم الزئب الرمادي وعلشان كده النوع ده من الكلاب ما بيخافش منهم اطلاقا ولو حصلت مواجهة بينهم واجهات دي كانت في نوفمبر 2022 لكلب هاجم قطيع من 11 زئب كانوا بيحاولوا يدخلوا مزرعة الأغنام اللي هو بيحرصها وقدر انه يقتل منهم تمانية لوحده وبالرغم من انه تصاب في عينه ورقابته وفقد جزء من ديله وفروا جسمه الا انه ما استسلمش وطارد الثلاثة البقين لمدة يومين لحد ما قتلهم ورجع مزرعته مرة تانية قصة تتعمل فيلم سينماعي وبتتميز السلالة دي بصبرها وقدرتها على التكيف وده بيخليها تقدر تعود لساعات بتحرص في مكانها بدون اي تعب ده غير النهمة بتنامشي طول الليل وده بيخليها دايما الاختيار الانسب لحراسة البيوت وبسبب الصفات المميزة دي بجانب فروهم الابيض الناصع اكتسبت كلاب البرنيز شعبية كبيرة بين افراد العائلة المالكة ونبلاء فرنسا خلال سنوات النهضة وكانوا بيستعدموهم في حراسة القلاع المهمة وفي سنة 1675 تم الاعلان في بلاط الملك لويس الاربعتاشر ان كلب البرنيز هو الكلب الملكي لفرنسا وفي القرن التسعتاشر انتشرت شعبيتهم في الولايات المتحدة الامريكية وانجلترا ووصلت لحد قصر الملكة فيكتوريا واللي حبت السلالة جدا وامتلكت واحد منهم وخلال الحرب العالمية التانية تم اللجوء ليهم في مساعدة الجنود في نقل الاسلحة من فوق الجبال مش دايما كلاب الحراسة لازم يكون شكلها شرس والشر بيطق من انها ممكن يبقى كلب شكله نطيف لكن لا يستهن به على الاطلاق والكلام ده بينطلق على كلب الكوموندور انه ده من الكلاب مشهور بفرو الكثيف اللي على شكل شرائط واللي بيغطي جسمه بالكامل وحتى وشه وبيفضل الفرو ده يطول لحد ما يوصل للارض وده خلاه ياخد لقب اتأل فرو كلب في العالم لكن على الرغم بقى من شكله الكيوت ده الا انه لو حسب قطر او تهديد او شاف قدامه شخص غير مألوف بيتحول لوحش عدواني بيهاجم بدون اي خوف حتى لو كان اللي قدامه ده زئب او حتى دوب واللي بيساعده على كده عضلاته القوية وجسمه الضخم اللي بيوصل ارتفاعه لسبعين سنتيمتر ووزنه اللي بيعدي لخمسة وخمسين كيلو جرام بجانب انه بيمتلك قوة تحمل عالية جدا وفرو الكثيف ده بيوفر له ميزة امتصاص الصدمات وبيخلي معظم الحقيونات ما تعرفش تعده بسهولة وبيرجع تاريخ سلالة الكوموندور للقرن التاسع وكان بيتم استخدام الفصيلة دي في حماية قطعان الاغنام على السهول العالية في منطقة حوض الدانوب اللي هي المجر حاليا وفضلت دي مهمتهم قرون طويلة لحد الحرب العالمية التانية ووقتها تم استخدامهم في حراسة المنشآت العسكرية الهمة وبعد الحرب قل عددهم جدا وبقوا من الكلاب الندرة لدرجة انه تم حظر تصدرهم خارج المجر وبالرغم من المحاولات المستمرة للحفاظ على السلالة دي الا انها ما زالت سلالة نادرة لحد النهاردة والعالم كله ما فيهوش غير عشر تلاف واحد من كلاب الكوموندور لو جمعنا ما بين صفات الزئاب والأسود والدببة مع بعض في حيوان واحد الحيوان ده هيكون هو المستف التبتي واللي بيعتبر واحد من أقوى وأطخم وأغلى الكلاب في العالم بتعيش كلاب المستف التبتي في الصين والهند ومنغوليا لكن أصولها بترجع للصين تحديدا في منطقة خضبة التبت الموجودة في جنوب غرب الصين واللي منها خد الكلب اسمه وتحليل الحمد النووي بتاع الكلب ده بيقول انه نشأ في المنطقة دي من أكتر من خمس تلاف سنة وده بيخليه واحد من أقدم سلالات الكلاب الموجودة في منطقة التبت والمرتفعات الشاهقة لجبال الهملايا ولان المنطقة دي الظروف المناخية فيها صعبة جدا بجانب أنها موطن للحيوانات المفترسة اللي زي الزئاب والدببة البنية والنمور التلجية فربنا سبحانه وتعالى منحه فرو كثيف جدا بيخليه يستحمل درجات الحرارة البردة جدا بالإضافة لجسم عضلي قوي وضخم بيوصل ارتفاعه لـ 80 سنتيمتر ووزنه بيعدي 70 كيلو جرام ده غير انه عدواني جدا ويعتبر واحد من أشرس الكلاب في العالم وكل الزئاب تقريبا بتخاف منه ومش بس الزئاب اللي بيقدر عليهم ده كمان لو دخل في مواجهة مع نمر أو دب بنسبة كبيرة بيكون هو الكسب عنه وده لانه عنيد جدا ودايما مستعد للمواجهة حتى لو كانت حياته هتتعرض للخطر وعلشان كده على مدار السنين كانوا الرعاب يربوه علشان يحميهم ويحرص أغنمهم خصوصا في ساعات الليل لأنه معروف انه مش بينام لحد ما النهار يطلع لكن الكلب ده بقى مش أي حد يعرف يشتريه بجانب صعوبة التعامل معاه واخترته على الأطفال فهو كمان من الكلاب الغالية جدا ومعروف عنه انه من سلالة كلاب الملوك وده لان أول كلب تابتي دخل إنجلترا كان سنة 1847 وكان للملكة فيكتوريا يعتبر كلب الكنجال التركي واحد من أشهر وأضخم الكلاب الموجودة في تركيا كلها وبيعتقد إنه دخل البلاد عن طريق البد والأتراك اللي جابوه معاهم من أسيا الوسطى واستقروا به في منطقة كانجال في تركيا واللي منها أخد اسمه وكان بيتم الاعتماد عليه لقرون طويلة في حماية البيوت والأغنام من الحيوانات المفترسة اللي زي الزئاب والدبابة وده لأن كلاب الكنجال بتتمتع بجسم ضخم وبني عضلية قوية ووزن بيعدي 80 كيلو جرام مع ارتفاع بيصل ل85 سنتيمتر في المتوسط وفي بعض الأحيان ممكن يوصل متر وبجانب شكلهم فهم كمان مشهورين بزكاءهم العالي وولاهم الشديد لأصحابهم وشجعتهم اللي بتخليهم لو حصوا بأي خطر يوجهوا الخطر بدون أي خوف وعلشان كده سنة 1994 صندوق حماية الفهود منح 300 كلب كانجال للمزارعين في ناميبيا علشان يحموا الأغنام بتاعتهم من حجمات الفهود وبكده يقللوا أعداد الفهود اللي بتتقتل على إيد المزارعين وزي ما كانوا متوقعين الكلاب قدرت تحافظ على الأغنام وعدد الفهود اللي كانت بتتقتل كل سنة قلب نسبة 80% ولأن كلب الكنجال بيكون عدواني جدا لو ما تمش تدريبه بشكل صحيح فهو غير مناسب تماما للناس اللي أول مرة تربي كلاب وأكيد أكيد ما ينفعش يتواجد مع أسرة فيها أطفال كلب الراعي الققازي أو زي ما بيتقال عنه الدب الروسي هو واحد من أطخم الكلاب الموجودة في العالم بيتمتع بجسم عضلي ضخم ووزن بيعدي 70 كيلو جرام وبيوصل في بعض الأحيان لـ 90 كيلو جرام وعلى الرغم من أن ارتفاعه في المتوسط بيتراوح من 70 لـ 80 سنطي إلا أنه ممكن يوصل لمتر في بعض الأحيان وبيعتبر الراعي الققازي واحد من أقدم سلالات الكلاب في العالم كله وبيرجع تاريخه لأكتر من 2000 سنة وكان بيتم تربيته وسط الرعاة في منطقة جبال الققاز ما بين أسيا وأوروبا علشان يحميهم ويحمي الأغنام بتاعتهم من اللصوص والحيوانات المفترسة ولأن جسمه مغطى بفرو كسيف فبيقدر يتحمل درجات الحرارة البردة جدا على سفوح الجبال ده غير طبعا أن الفرو بيديله مظهر مهيب بيخلي أي مخلوق يخاف يقرب منه وبجانب شكله مرعب ده فهو كمان عدواني وشارس وبيخافش من أي حاجة وعضته أقوى من عضة أسد واللي فكر يقرب من أي حاجة هو بيحرصها بيهجم عليه بسرعته اللي بتوصل لـ 38 كم في الساعة لكنه في نفس الوقت بيكون أليف ومسالم مع اللي بيحبهم وزكي وبيعرف يفرق ما بين الصديق والعدوه وعلشان كده بيتم استخدامه دايما في الحراسة وفي ستينيات القرن الماضي تم استخدامه في ألمانيا الشرقية لحراسة جدار برلين اللي كان بيفصل بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية والسلالة دي في منها نوعين اللي اتنين بيتم تربيتهم دلوقتي كحيوانات أليفة لكنهم بيحتاجوا مساحات واسعة وتدريبات مكسفة من متخصصين في تربية الكلاب علشان ما يتسببوش في أي أضرار بس كده خلصنا مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع الناس اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوهونا في التعليقات أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من تعليقاتكم سلام